موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مشاهدين على نشرة الأخبار الرئيسة من قناة السعودية أحييكم أنا عبد الرحمن البكيني وتحية لكم مني أنا ندد هام والبداية بالعنوين خادم الحرمين الشريفين والرئيس البرازيني يستعرضان تطوير التعاون الثنائي ويشهدان تبادل أربع اتفاقيات المشتركة خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسي نيجيريا وكينيا ووزير خارجية الإمارات السمو والإلعاد يلتقي برئيس بركينة فاسو ويستعرض معه سبول تعزيز التعاون الثنائي موسيقى رئاسة أمن الدولة تصنف 25 فردا وكيانا إيرانيا كداعم لشبكات النظام الممولة للإرهاب استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم فخامة الرئيس جاير بولسنارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية كما كان في استقبال فخامته صاحب السمو الملكي أمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة ورحب خادم الحرمين الشريفين بفخامته والوفد المرافق له في المملكة فيما أبدأ فخامة الرئيس سعادته بزيارة المملكة ولقائه خادم الحرمين الشريفين وفي صالون الاستقبال صافح فخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وأقادة القطاعات العسكرية كما صافح خادم الحرمين الشريفين الوفد الرسمي المرافق لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدوبة غداء تكريما لفخامة رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية والوفد المرافق له حضر الاستقبال والمائدة صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد وصاحب السمو الأمير بندر بن عبد الله بن عبد الرحمن وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مساعد بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن مشاري بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير تركي بن فهد بن جلوي وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبد الله وصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد بن سعد وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن محمد وصاحب السمو الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن محافظة الدرعية وصاحب السمو الأمير محمد بن سعود بن خالد وصاحب السمو الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبد الرحمن بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزيره الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مقرن بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبد العزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير السعود بن بندر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور السعود بن عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير السعود بن سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبد العزيز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والرئيس البرازيلي تبادل اربع اتفاقيات تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية البرازيل الاتحادية فقد تم تبادل اتفاقية تعاون في مجال الدفاع مثل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والجانب البرازيلي وزير الخارجية ارنستو انريكي كما تم تبادل اتفاقية بشأن تنظيم اجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة ومثل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية ارنستو انريكي كما جرى تبادل مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي مثل الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والجانب البرازيلي وزير المواطنة اسمارا تيرا وتبادل مذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعاليات المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل مثل الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي والجانب البرازيلي وزير الخارجية ارنستو انريكي حضر مراسم تبادل الاتفاقيات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرامين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عظم مجلس الوزراء دكتور مساعد العيبان ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي الوزير المرافق ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي باهيثم صدر بيان مشترك بين المملكة والبرازيل أكد خلاله الجانبان على عمق ومتانة العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون الدفاعية وأعرب خلال البيان المشترك عن دعمهما لتطلع صندوق الاستثمارات العامة لوضع خارطة طريق تهدف إلى بحث فرص الاستثمار المحتملة في جميع المجالات وحدد الجانبان عدة مجالات ذات أهمية مشتركة للتعاون والاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية والطاقة والتعدين والبنية التحتية والنقل والعلوم والتكنولوجيا والابتكار إضافة إلى تكثيف التعاون في مجالات الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتعاون الثقافي واستخدام الفضاء الخارجي والرياضة للإسهام في دعم الشراكة الاقتصادية كما رحبا بالإعلان عن بدء مفاوضات لتجنب الازدواج الضربي وتيسير الاستثمار لتوسيع تدفقات الاستثمارية المشتركة استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية وأجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات بين المملكة ونيجيريا وسبل تنميتها وتعزيزها في شتى المجالات حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متع بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزارات دكتور مساعد العيبان ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعان ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وستفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية نيجيريا الاتحادية عدنان بوسطجي كما حضره الوفد المرافق لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود اليوم فخامت الرئيس هورو كنياتا رئيس جمهورية كينيا وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات حضر الاستقبال صاحب السمو الملكية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياضة وصاحب السمو الملكية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار وخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وصاحب السمو الملكية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العبانة ووزير المالية الأستاذ محمد الجدعانة ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم السالم ووزير الدولة للشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا الدكتور محمد خياط كما حضره الوفد المرافق لرئيس جمهورية كينيا واستقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اليوم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل انهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة وانقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد في مستهل الاستقبال تحيات وتقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل انهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لخادم الحرمين الشريفين فيما حمله رعاه الله تحياته وتقديره لسموه وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان كما حضره الوفد المرافق لوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم غد الخميس عملا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية بركينة فاسو السيد كريستوف جوزيف ماري دابيري وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات بين البلدين وفرص تطويرها في مختلف المجالات التلموية والتعاون في مكافحة الإرهاب حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نائب بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب ووزير الدولة للشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بركينة فاسو وليد الحمودي فيما حضره من الجانب بركينة فاسو عدد من المسؤولين التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم فخامت رئيس جمهورية النيجر إيسوف محمد وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدين والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية والتعاون في مكافحة الإرهاب حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ أحمد الخطيب ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي فيما حضر من الجانب النيجري الوفد المرافق لفخامة رئيس النيجر التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي على هامشي أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة في الرياضة وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الأخوية بين المملكة والأردن وسبل تعزيزها في المجالات كافة وعلى هامشي أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل الجبير وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية إرنيستو أنريكي واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتقى وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مونتشين على هامشي أعمال الدورة الثالثة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2019 واجرت خلال اللقاء مناقشة تطورات الاقتصاد السعودي وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين أكد صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة أن المملكة إحدى الدول الرائدة في مجال الطاقة العالمية حيث تنتج أكثر من عشرة ملايين برميل يوميا وتمتلك حوالي 267 مليار برميل من الاحتياطات وهي واحدة من الدول العشر الكبرى المنتجة للغازة جاء ذلك في كلمة ألقاها سموه خلال مشاركته في الدورة الثالثة للمبادرة اليوم وأوضح سموه أن المملكة تضع مواردها خلف الاقتصاد الدائر عن طريق الاستثمار بكثافة في حلول الطاقة الجديدة وكفاءة الطاقة لصالح العالم وتقوم بإصلاح منظومة الطاقة لديها بالكامل من خلال تطوير برامج عديدة لافتا أنه منذ تأسيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة تمكنت المملكة من خفض كثافة استخدام الطاقة بنسبة 8% مبينا أن لدى المملكة أكبر مصنع في العالم لاحتجاز الكربون وتخزينه واستخدامه بتحويل نصف المليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا إلى منتجات هذا وانطلقت لليوم الثاني على التوالي في منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار سلسلة من النقاشات حول البيئة وقطاع الطاقة ومدى سرعة وحجم التحول اللازمين للحصول على مصادر الطاقة المتجددة ويحضر فعاليات وجلسات المبادرة قرابة 300 متحدث من الشخصيات العالمية المرموقة ما بين صانع قرار ومستثمر وخبير من أكثر من 30 دولة حيث يلتقي قادة العالم بأبرز رجال الأعمال وقادة الشركات الدولية الكبرى وأكبر رؤساء المصارف العالمية وصناديق استثمار عالمية في الرياض طالب مجلس الشورى رئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتوسع في الخدمات المقدمة تفعيلا لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وإيجاد أفكار جديدة تحقق مزيدا من التيسير على القاصدين كما طالب المجلس الهيئة العامة للرياضة بإعداد خطط تنفيذية بمؤشرات أداء واضحة لتحقيق استراتيجيتها وتضمين آخر نتائجها في تقاريرها القادمة والإسراع في تخصيص الأندية الرياضية بعد ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبال وينبع كما أقر المجلس إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن تعديل الفقر ألف من المادة السادسة وستين من ضريبة الداخل والمادة التسعة والأربعين من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة السابعة والعشرين من نظام الضريبة الانتقائية إلى اللجنة لمزيدا من الدراسة صدر عن رئاسة أمن الدولة وشراكائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب بيانا صنف بشكل مشترك شبكة من الشركات والمصارف والأفراد الداعمين للأنشطة الإرهابية للحرس الثوري الإيراني وحزب الله وأشار البيان إلى أن الدول السبع الأعضاء في المركز قامت بالتصريف المشترك لخمسة وعشرين اسما لانتمائها لجبكات النظام الإيراني الداعمة للإرهاب في المنطقة وأفاد بأن هذا الإجراء يعد أكبر تصنيف مشترك في عمر المركز حتى اليوم مشيرا إلى أن التصنيف ركز على كيانات تدعم الحرس الثوري الإيراني ووكلاء إيران في المنطقة ومنها حزب الله الإرهابي وأن هناك العديد من الشركات المستهدفة في هذا الإجراء توفر الدعم المالي لقوات الباسيج وهي قوة شبه عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني والتي طالما استخدمها النظام لتجنيد المقاتلين وتدريبهم وعلى شر المقاتلين في النزاعات التي يشعلها الحرس الثوري الإيراني وفي تنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وأوضحت رئاسة أمن الدولة وشراكائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب إنما قام به المركز من تعطيل منسق للشبكات المالية المستخدمة من قبل النظام الإيراني لتمويل إرهاب موقف موحد من دول مجلس التعاون الخالجي والولايات المتحدة الأمريكية بأنه لن يسمح لإيران بتصعيد أنشطته الإرهابية الخبيثة في المنطقة واعتبر البيان أن الإجراء المتخذ متعدد الأطراف لكشف وإدانة الانتهاكات الجسيمة والمتكررة للمعايير الدولية من قبل النظام الإيراني بما فيها الهجوم الذي يهدد الاقتصاد العالمي من خلال استهداف المنشآت النفطية في المملكة وإثارة الفتنة والقيام بأعمال تخريبية في البلدان المجاورة من خلال الوكلاء الإقليميين كحزب الله الإرهابي كما أن المملكة تصنف ثلاثة أسماء أخرى بالإضافة إلى الأسماء المصنفة من قبل المركز بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة فإنه نتيجة للإجراء الصادر اليوم يتم تجميد جميع أصول الأسماء الثمانية والعشرين المصنفة كما يحضر على جميع الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة بذات الصلة بالأسماء المصنفة وهي مجموعة من النبنوك والمؤسسات التعاونية والمنظمات الإيرانية قال وزير التعليم الدكتور حمد الشيخ أن أو إن النظام الجديد للجامعات سيحقق نقلة نوعية في مسيرة جامعات المملكة على أسس من التمكين والتميز والجودة والإسهام في تطوير العملية التعليمية والبحثية ورفع كفاءة الإنفاق وتنمية الموارد المالية للجامعات والقدرات البشرية بما ينسجم مع رؤية المملكة عشرين ثلاثين وبإقرار مجلس الوزراء أمس لنظام الجامعات الجديد ستمنح الجامعات استقلالية منضبطة ويتاح لها تفعيل مواردها الذاتية ويسمح بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة هذا وسوف يبدأ تطبيق نظام بشكل تدريجي على ثلاث جامعات في المرحلة الأولى هذا النظام أتى بـ 14.58 مادة فيما تهدف إليه إلى تحقيق الاستقلالية المنضبطة بما يمكن هذه الجامعات من بناء لوائحها وفي السياسة العامة للدولة المكتسبات الحقيقة كثيرة ويمكن تلقيقها بشكل سريع على النحو الآث أولا تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير رأس المال البشري تحسين تكافؤ القرص في التعليم تحسين مستوى المؤسسات التعليمية والتصليفات الدولية ضمان الموائمة بين مخرجات التعليم والسوق العمل وأيضا تحسين جاهزية الشباب للعمل أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدم فرض رسوم على استهلاك مياه الآبار في الوقت الحالي واضحة أن الغرض من تركيب العددات في المزارع يهدف إلى قياس كمية المياه المستخدمة من الآبار لضمان ترشيد الاستهلاك وفقا للمقننات المائية ويقصد بالمقنن المائي كمية المياه اللازمة لرأي مساحة معينة للحصول على أفضل انتاجية وفقا للظروف المناخية ونوع المحصول ونوع التربة ونظام الرأي ونوعية المياه وأوضحت الوزارة أنها حاليا لا تفرض رسوما على استهلاك مياه الآبار دعية أصحاب المزارع إلى ترشيد استهلاك المياه بحسب حاجة المزارع مشيرة إلى أن مسألة فرض الرسوم على ما زاد عن الاستهلاك الطبيعي للمزرعة سيخضع للدراسة وفقا للمقننات المائية مستقبلا وأكدت الوزارة سعيها إلى تحقيق الموازنة بين تطوير القطاع الزراعي ورفع نسبة إسهامه في تحقيق الأمن الغذائي وبين المحافظة على الموارد المائية وترشيد استخدامها لضمان استدامتها أكد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد الجابر أن المواطن اليمني في قلبي واهتمام قيادة وشعب المملكة وفاد بأن البرنامج يهتم في المقام الأول بتوفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية لها دعما للشعب اليمني من خلال التعاون مع الحكومة الشرعية وأوضح الجابر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعمل بجدية من خلال مكاتب البرنامج التنفيذية التي تهدف لسرعة وجودة التنفيذ لمنح فرص العمل لليمنيين بشكل فعال وأضاف المشرف العام على البرنامج القول أن البرنامج ورشة عمل ستقام في الأيام القادمة لوضع دراسات حول استراتيجية تنمية وإعمار اليمن بشكل شامل والإسهام في وضع الأولويات الرئيسية ودفع المانحين الدوليين دولا ومنظمات لدعم التنمية في جميع المحافظات اليمنية وعلى صعيد آخر لقيا عدد من عناصر ميليشيا الحوث المتمردة مصرعهم وذلك في غارات لمقاتلات الجيش الوطني في جبهة الحوشة شرقية محافظة صعدة واستهدفت الغارات تحركات لتعزيزات الميليشيا الحوثي في وادي مرة بجبهة الحوشة كانت في طريقها إلى مناطق المواجهات وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحة في صفوف الميليشيا المتمردة لو تنع على تدمير عدد من العربات والأليات القتالية التابعة لها نشرتنا انتهت هذا التذكير بهم العنوية خادم الحرمين الشريفين والرئيس البرازيلي استعرضان تطوير التعاون الثنائي ويشهدان تبادل أربع اتفاقيات المشتركة خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيسين نيجيريا وكينيا وزير خارجية الإمارات سموالي العهد يلتقي برئيس بوركينا فاس ويستعرض معه سبول تعزيز التعاون الثنائي رئاسة أمن الدولة تصنف خمسة وعشرين فردا وكيانا إيرانيا كداعم لشبكات نظام الممولة للإرهاب مشاهدينا شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة